بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والا حياكم الله مع لقاء متجدد برنامج مدارك والعلن في هذه الحلقة ندرك تلك الأساليب الذكية من دعوة نبي الله إبراهيم لقومه على تعدد أنواعهم وما يحتاج كل نوع من أنواع الكفر والانحراف عن التوحيد إلى ما يحتاجونه من أساليب فقد واجه إبراهيم عليه السلام عابلة الأصنام ثم واجه عابلة النجوم والكواكب ثم واجه الملوك الجبارين الذين ادعوا الألوهية ونستعرض بصورة إجمالية ما جاء في دعوة إبراهيم لهؤلاء وكيف ذكر لنا المولى جل وعلا جانبا ومشاهد من هذه الدعوات والحجج التي جاء بها إبراهيم عليه السلام لقومه وكيف أنهم لو استجابوا له لنجوا لكنهم جحدوا واستكبروا عنادا وهذه الآفة التي كانت عند الأقوام وهي آفة إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون كيف نغير عادات الأباء والأجداد لذلك أكثر ما يميز إبراهيم عليه السلام هو أنه رفض هذه العادات وقاوم هذه العبادات الباطلة التي انحرفت عن توحيد الله تبارك وتعالى وانحرفت عن الصواب إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاختاره الله جل وعلا فكان نبيا كريما ودعا قومه وقاوم كل الأساليب التي كانت تأتي إليه من أنواع أساليب الباطل بداية من أولئك الذين يعبدون النجوم واتبع معهم أسلوبا ذكية ماذا فعل معهم؟ وقد أخبر جل وعلا عن تلك الحجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ماذا فعل؟ وقد ذكر الله جل وعلا عنه القصة في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين كيف تعبدون الأصنام؟ هذه الأصنام ما تنفأ ولا تضر وكذلك كان من قومه من يعبد النجوم فاتبع معهم أسلوبا ذكية وهي كما يسميه أصحاب علم الجدل التنزل أني أتنزل معهم إلى المستوى الذي أكون به مثلهم فقال لهم مداموا يعبدون النجوم والكواكب رأى كوكبا فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي الآن أعلم قومه الذين يعبدون النجوم أن هذا الكوكب هو ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين أنا كيف أعبد إله يختفي وهذه وسيلة من وسائل إبراهيم عليه السلام في ذكائه الدعوي حتى يصل مع قومه إلى نقطة ينطلق منها إلى الحجة القوية التي لا يستطيعون أن يردوا عليه بها فاصلوا نسير ونواصلوا بتيسير القدير حياكم الله أخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع هذا الأسلوب في قصة إبراهيم وكيف أنه مثل على قومه أنه يعبد كوكبا فأفل هذا الكوكب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي قمر والقمر يعتبر واضح وظاهر بالنسبة للكواكب وإذا اكتمل فصار بدرا اختفت منه النجوم قال هذا ربي فلما أثال وكما تعلمون أن القمر يصل إلى مرحلة المحاق بالنسبة للشهر وبالنسبة للليلة يصل إلى مرحلة الغروب فيغرب من السماء فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر وكل هذه الوسائل التي قام بها إبراهيم تمثيلا على قومه حتى يقنعهم وحتى يقيم عليهم الحجة فلما عبد الشمس آخر مرحلة من وهي أعظم الكواكب لو أردنا أن نقول أنها من أعظم الكواكب قال يا قومي إني بريء مما تعبدون خلاص هالكواكب والنجوم لا تنفع ولا تضر وتغيب فكيف نعبدها ثم بدأت المجادلة العظيمة بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه الذين يعبدون الكواكب والنجوم والشمس والقمر قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم وتدون هذا الشرك الذي أنتم عليه هو الطراب هو تذبذب هو عدم استقرار لكن التوحيد لله رب العالمين الذي خلق الخلق هو الأمن وهو الأمان وهو الاستقرار سبحان الله حتى في هذا الزمان يوم اتخذت الثورة الصناعية وكما جاءت في أوروبا وثاروا على الأديان بنسبة لهم الأديان الباطلة لكنك مسلمين على دين الحق فجاء الملحدون بلا دين فحدث عندهم الاضطراب والقلق والخوف وعدم الأمن لذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن لذلك أعظم أسباب الأمان النفسي والأمان الاجتماعي هو المحافظة على هذا الدين العظيم وعلى توحيد الله رب العالمين لماذا؟ لأنه يزيل الخوف يزيل الخوف من المستقبل يزيل الخوف من الأصنام يزيل الخوف من التطير والتشاؤم يزيل المخاوف ويسكن القلب والفؤاد بالأمن والأمان لإيلاث قريش إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة